على وقع صرخة الموت أعدمت ميليشيا الحوثي في ميدان التحرير بصنعاء تسعة مواطنين اتهمتهم بالتورط في مقتل الرئيس السابق لما يسمى المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد في بريل من العام 2018 لقي الصماد الذي يرأس أعلى سلطة في مناطق سيطرة الحوثيين حتفه في غارة للتحالف السعودي الإماراتي في محافظة الحديدة حكم إعدام قالت الميليشيا إنه نفذ بعد أن استكملت القضية كافة الإجراءات القانونية بينما تحدث محامون وحقوقيون عن قرائن تشير إلى ارتكاب الحوثيين ما وصفوها بمذبحة بحق مواطنين أبرياء كانت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصدرت في أغسطس من العام 2020 حكما بإعدام 62 متهما في قضية مقتل الصماد من بينهم ملوك وزعماء دول عربية وغربية وتسعة من أبناء الحديدة تعرض المعدمون التسعة وفق مصادر قضائية إلى انتهاكات بدأت بالإخفاء القصري والتغييب التي رافقها التعذيب الوحشي وحرمانهم من ملاقات أسرهم وانتهت بحكم استند على محاكمات مستعجلة كان هناك متهم عاشر من أبناء الحديدة لفظ أنفاسه داخل معتقلات الحوثيين في ظروف غامضة أرجعها محامو المتهمين إلى التعذيب القاسي الذي يلاقونه تشير المعلومات إلى أن بعض من أعدمتهم الموليشيا قصر وآخرون كانوا غير متواجدين في الحديدة ليلة مقتل الصماد الحكومة وصفت أوامر القتل الحوثي جريمة قتل مكتملة الأركان فيما قالت رابطة أمهات المختطفين إن إجراءات القضية أمام محاكم الميليشيا صاحبتها خروقات واختلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين رغم التحذيرات ودعوات المنظمات الحقوقية لإيقاف حكم الإعدام إلا أن الميليشيا الحوثية لا تكترث إلا بإضافة المزيد من الجرائم إلى سجلاتها المليئة بالانتهاكات المروعة